السلام عليكم أعزائي التلاميذ الصف الثالث الابتدائي نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع حل اختبر نفسك للفصل الثالث السؤال الأول كان عدد الموظفين 70 موظفا في صندوق الاستثمارات العامة في عام 2016 ثم أصبح ألف موظف في عام 2021 الزيادة التقريبية لعدد الموظفين هي نريد الزيادة التقريبية لعدد الموظفين فنقرب السبعون هذه نقربها فتقرب هي أكثر من النصف تقرب إلى مئة ونطرحها من الألف فإذن الفرق تقريبا هو تسعمائة عند طرح مئة من ألف فالفرق تقريبي هو تسعمائة موظف السؤال الثاني في العام الماضي كان عدد الطلاب الصف الثالث الابتدائي 135 طالبا وفي هذا العام بلغ عددهم 196 طالبا كم يجد عدد الطلاب هذا العام عن العام الماضي؟ إذن نقوم بعمل الطرح 135 نطرح منها 196 أو نطرحها من 196 تعالوا نطرح الأحد من الأحد خمسة طرح ستة يساوي واحد ثلاثة طرح تسعة يساوي ستة وواحد طرح واحد يساوي صفر إذن الفرق هو 61 طالبا في هذا العام عن العام الماضي ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الثالث يبين الجدول الآتي عدد الكتب التي قرأها مجموعة من الطلاب خلال سنتين فأحمد قرأه 48 كتابا وخالد قرأه 17 كتابا وبدر قرأه 22 كتابا أي من العبارات الآتية الصحيح؟ مجموع ما قرأه جميع الطلاب هو 77 كتابا الفرق بين ما قرأه أحمد وخالد هو 30 كتابا مجموع ما قرأه أحمد وبدر هو 40 كتابا قرأ بدر خمسة كتب أكثر مما قرأه خالد قرأ بدر خمسة كتب أكثر مما قرأه خالد هذه هي العبارة التي تمثل أو هذه هي العبارة الصحيحة لأن ما قرأه خالد 17 وما قرأه بدر 22 فعند الطرح نجد أن الفرق بينهما هو خمسة كتب إذن قرأ بدر خمسة كتب زيادة أو أكثر مما قرأ خالد أسأل الرابع جمع العدد 754 إلى عدد آخر فأصبح المجموع 960 فما هذا العدد؟ لكي نعرف أبناء هذا العدد علينا أن نقوم بعملية طرح فنطرح من 960 نطرح منها 750 تعالوا نطرح 4 طرح صفر لا يصح فنستلف من خانة العشرات فتصبح خانة العشرات خمسة وتصبح خانة الأحد عشرة 4 طرح عشرة تساوي 6 وخمسة طرح خمسة يصاوي صفر وسبعة طرح تسعة يصاوي اثنان إذن العدد هو مئتان وستة مئتان وستة تعالوا نتحقق من الإجابة فيقول هنا السؤال يقول جمع عدد 754 إلى عدد آخر فأصبح المجموع 960 تعالوا نتأكد من الإجابة فنقوم بعملية جمع 206 نجمعها على 754 هكذا 6 جمع 4 تساوي 10 نقطع الصفر نصعد بالواحد على خانة العشرات 1 جمع صفر يساوي 1 جمع خمسة يساوي 6 وإثنان جمع 7 يساوي 960 إذن إجابتي صحيحة إذن العدد هو مئتان وستة أسؤال الخامس المسافة بين المدرسة وبيت محمود هي نلاحظ هذا بيت محمود وهذه هي المدرسة وهذا هو المتنزة فالمسافة من بيت محمود إلى المتنزة 693 والمسافة من المدرسة إلى المتنزة 454 إذن سوف نقوم بطرح المسافة التي بين المدرسة والمتنزة من المسافة الكلية فنجد بعد ذلك المسافة بين بيت محمود والمدرسة فنقوم بعمل الطرح فنطرح 693 نطرح منها 454 4 طرح ثلاثة لا يصح فنستلف واحد من خانة العشرات تصبح ثمانية وخانة الأحد تصبح ثلاثة عشر 4 طرح ثلاثة عشر يساوي تسعة وخمسة طرح ثمانية يساوي ثلاثة وأربعة طرح ستة يساوي اثنان إذن المسافة من المدرسة إلى بيت محمود هي 239 مترا 239 مترا إذن الإجابة باء هي الإجابة الصحيحة ويمكن أن أتأكد أو أتحقق من نتيجة إجابتي أو أتحقق من صحة إجابتي فأقوم بعملية جمع مائتان وتسعة وثلاثون أجمعها على أربعمائة وأربعة وخمسون فأجد أن الناتج هو ستمائة وثلاثة وتسعون إذن إجابتي صحيحة السؤال السادس مع فاطمة سبعمائة واثنان وخمسون ريالا اشترت كتابا بمبلغ تسعة وأربعون ريالا وأعطت أختها اثنان وثلاثون ريالا فكم بقي معها إذن الذي الفلوس أو الأموال التي خرجت من المبلغ الكلي هي تسعة وأربعون ريال واثنان وثلاثون ريالا فنقوم بجمع اثنان وثلاثون نجمعها على تسعة وأربعون فيكون الناتج هو مقدار ما صرفته فاطمة اثنان جمع تسعة يساوي أحد عشر واحد نكتب الواحد ونصعد بالواحد على خانة العشرات واحد جمع ثلاثة يساوي أربعة جمع أربعة يساوي ثمانية إذن ما أنفقته فاطمة هو واحد وثمانون ونريد كم بقي معها فنقوم بعمل الطرح سبعمائة اثنان وخمسون نطرح منها واحد وثمانون فواحد طرح اثنان يساوي واحد بعد ذلك نطرح الثمانية من الخمسة لا تصح فنستلف واحد من خانة المئات فتصبح ستة وخانة العشرات تصبح خمسة عشر فنطرح ثمانية طرح خمسة عشر يساوي سبعة وصفر طرح ستة يساوي ستة إذن بقي مع فاطمة ستمائة وواحد وسبعون ريالا هذا ما تبقى مع فاطمة إذن أنفقت واحد وثمانون ريالا اشترت كتابا بتسعة وأربعون وأعطت أختها ثمان وثلاثون فأنفقت واحد وثمانون نطرح واحد وثمانون من المجموع الكلي أو من كل الأموال التي كانت معها فيكون الناتج هو ستمائة وواحد وسبعون ريالا السؤال السابع يبيع أحمد نوعين من السلعة الأول سعره تسعة وثمانون ريالا والثاني سعره سبعة وثلاثون ريالا أفضل طريقة لتقدير قيمة مجموع السلعتين معا هي أولا تسعة وثمانون يمكن تقريبها التسعة هنا أكبر من النصف فنقربها إلى تسعون وسبعة وثلاثون أكبر من النصف السبعة أكبر من النصف فتقرب إلى أربعون إذن أصح أفضل طريقة لتقدير قيمة مجموع السلعتين هو جمع تسعون تسعون جمع أربعون يساوي مئة وثلاثون إذن الإجابة باء هي الإجابة الصحيحة فهي أفضل طريقة لتقدير قيمة مجموع السلعتين معا ننتقل بعد ذلك يا ابني إلى السؤال الثامن العدد الأكبر من ثمانمائة وعشرون بمقدار تسعة وخمسون هو لكي أعرف العدد إذن يريد العدد الأكبر من ثمانمائة وعشرون بمقدار تسعة وخمسون إذن أضيف تسعة وخمسون إلى ثمانمائة وعشرون أي أقوم بعملية جمع ثمانمائة وعشرون جمع تسعة وخمسون فصفر جمع تسعة يساوي تسعة اثنان جمع خمسة يساوي سبعة وثمانية جمع صفر يساوي ثمانية إذن ثمانمائة وتسعة وسبعون هو مقدار الزيادة عند إضافة تسعة وخمسون إلى ثمانمائة وعشرون أسؤال التاسع أي الأعداد التالية إذا طرح من تسعمائة كان الناتج أكبر من ثلاثمائة عدد من هذه الأعداد نطرحه من تسعمائة فيكون الناتج أكبر من ثلاثمائة هل هو هذا العدد هل هو خمسمائة وتسعة وسبعون أم ستمائة أم ستمائة وستة وسبعون أم سبعمائة واثنى عشر أريد عدد أن يكون الناتج أكبر من ثلاثمائة أكبر من ثلاثمائة فإذن أختر أصغر عدد في هذه الأعداد وأقوم بطرحه أصغر عدد هو خمسمائة وتسعة وسبعون تعالوا نطرحها من تسعمائة هذه تسعمائة نطرح منها خمسمائة وتسعة وسبعون تسعة ضرح صفر لا يصح فنقوم باستلف من خانة العشرات خانة العشرات لا يوجد فيها شيء فنستلف من خانة المئات واحد فتصبح ثمانية وتصبح خانة العشرات عشرة ونستلف واحد من خانة العشرات فتصبح خانة العشرات تسعة وتصبح خانة الأحد عشرة 9 طرح 10 يساوي 1 7 طرح 9 يساوي 2 و 5 طرح 8 يساوي 3 إذن الناتج أكبر من 300 إذن الإجابة الصحيحة هي 579 هي الإجابة الصحيحة ننتقل بعد ذلك يا ابنائي إلى السؤال العاشر في أي مما يأتي يكون العدد الثاني أكبر من العدد الأول بمئة العدد الثاني أكبر من الأول بمئة فهنا لدينا 99 و 209 و 9653 و 9753 ولاحظ هنا أن خانة المئات 6 وهنا خانة المئات 7 وباقي الخانات متشابهة إذن هذا هو العددين الذي يزيد الثاني 9753 يزيد 100 عن العدد الأول وهو 9653 السؤال الحادي عشر ما الأعدد الثلاثة التي تكمل النمط التالي 10199 298 ولاحظ هنا في هذا الترتيب أن النمط عبارة عن العدد الأول والثالث الأول والثالث يقل الثالث عن الأول بمقدار واحد ويزيد الثاني عن الرابع بمقدار واحد إذن يستمر هذا النمط فتصبح هنا 98 ويصبح العدد التالي ثلاثة هنا ثلاثة ثم 98 تخفض يخفض نأخذ منها واحد تنقص واحد فتصبح 97 بعد ذلك الثلاثة تزيد واحد فتصبح أربعة إذن النمط ثلاثة 97 أربعة إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة ألف ثلاثة 97 أربعة أسأل الثاني عشر ما العدد الذي يجعل الجملة العددية التالية صحيحة ثلاثة جمع ثمانية يساوي نقط جمع ستة ثلاثة جمع ثمانية يساوي أحد عشر إذن نريد عدد نضيفه إلى الخمسة يكون الناتج أحد عشر أيضا ما العدد الذي سنضيفه والعدد خمسة عند إضافة خمسة إلى الستة يكون الناتج أحد عشر وهنا ثلاثة جمع ثمانية يساوي أحد عشر إذن 11 تساوي 11 إذن الجملة العددية صحيحة هكذا أعزائي نكون قد أنهينا حل اختبر نفسك ونكون قد أنهينا مادة الرياضيات للفصل الدراسي الأول انتظرونا بإذن الله تعالى في الفصل الدراسي الثاني لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وادعمونا بالإعجاب تنتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة